أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في علاقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أأنذاتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصعاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن شيء إن أنتم إلا تكلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تلتموا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من ينجر الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلدنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منضرون وآية لهم الأرض الميتى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها بنا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه نهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك أغير العزيز العميم والقمر خدرناه منازل حتى عادك العوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامح النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملا مريتهم في الفلك المشعون وخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رغمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارضين وإذا قيل لهم أن رفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وقعاما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسلون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفغ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظل نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسراجهم في ظلالهم على الأرائك متهئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعددوا الشيطان إنه لكم عدوظ مبين وأن اعددوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغعدون اسنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطرسنا على أعينهم فاستمقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسطناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغين إنه إلا بكر وقرآن مبين ليعذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون ومن للاها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله يالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم فهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العمام وهي راميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر دارا دارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا في علاقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أأذوتهم أم لم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأممون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم ترتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ينجر الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها بنا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس دليل مستقر لها ذلك تغير العزيز العيم والقمر خدرناه منازل حتى عاد كالعوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامح النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها من لا نريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رغبة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارضين وإذا قيل لهم أن رفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسلون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفض بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظل نفس شيئا ولا تجسن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسراجهم في ظلال على الأرائك متهئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغعدون اسنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكللنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعلمهم فاستمقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لا إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليعذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالتون ومن للاها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله يالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العمام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا في علاقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلناهم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أأنذاتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصعاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن شيء إن أنتم إلا تكلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتموا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتمعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من جن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واقدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جهيع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها بنا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه نهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تغير العزيز العين والقمر خدرناه منازل حتى عادك العوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا خملا مريتهم في الفلك المشهون وخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رغمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارطين وإذا قيل لهم أن رفقوا مما رسق الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسلون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفغ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تضل نفس شيئا ولا تجسلن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسراجهم في ظلال وعلى الأرائك متهئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرقيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعددوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغعدون اسنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيمهم فاستمقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا بكر وقرآن مبين ليعذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالتون ومن للاها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله يالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العمام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون